أكد وزير الخارجية سامح شوكري على وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما استلزموا وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك ضد موظف الإغاثة الدوليين في قطاع قصة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية استراليا حيث استعرض شوكري آخر تطورات الخاصة بالعدوان على غزة ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة وأكد الوزيران خلال الاتصال رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية